بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لكورس الفاونديشنز انجينيرينج 1 في شابتر 2 اللي هو البيرين كاباستي اوف صيل نهر ده ان شاء الله هنتكلم عن بارت 3 اللي هو زونس اوف فاونديشن صيل اللي احنا اتكلمنا فيها باختصار في البارت السابق اللي عمل المناطق ديه العالم ترزاجي اللي هو الفاذر اوف زي صيل عندنا ايه هما المناطق او زونس اوف فاونديشن صيل انا عندي هنا اساس عرضو بيه وعليه استريسز كيو او سيجمانت بيعمل ايه بيعمل منطقة هنا بيسموها اكتف زون وبعدين في منطقة ريجيال ديه اللي هو بيسموها ترانزيشن زون وفي عندنا الباسيف زون ترزاجي لما اتكلم عن الثلاث مناطق دولت عرف الاكتف زون ايه هي بنقول زا سويل از فليكسابل يعني بنعتبر ان السويل هنا مالها مارينة and acts as if it were part of the foundation هي مارينة وبتتصرف كما لو كانت جزء اصيل من الاساس and penetrate the soil such as a wedge يعني بتبتدي تخترق السويل مع السويل مع الفاونديشن كلها وجي على بعض وكده بيبتدي يختارك مين الطربة بتاعتنا دي الاكتف مين زون اما ريجيال زون او ساعد بيسموها الترانزيشن زون دي منطقة انتقالية دي منطقة مالها انتقالية it is transition zone that can be active or passive يعني ممكن المنطقة دي تكون active او ايه او passive sometimes referred to as the radial shear area يعني ساعد بنقول هي دي اللي بيحصل فيها المنطقة بتاعت الشير بتاعت الصايل where straight lines emerge from the outer edge of the page off the base بص كده يعني ده الباز بتاعنا هنا طلع مين الخطوط بتاعتها هنا هو وهنا خرج مين شايف ده ايه ده ده الشير منطقة الشير بتاعتي او الشير surface اللي بيحصل تحت الصايل while the rest of the line are logarithmic spiral اه شايف الخطوط ديت دي دي تعتبر مش خطوط في الاكتف كانت مالها كانت line شايف line لكن هنا دي مش ايه مش خطوط اوما دي شكل ايه دي كأنها معادلة لغارتمية logarithm mean spiral date بس دي ما بتبقاش لكل انواع الصايل بالشكل ده بتبقى logarithm spiral في حالة الطربة c phi soil يعني طربة فيها لها c ولها مين phi اما لو كانت الطربة بتاعتي عبارة عن cohesive soil يعني clay لا ما بيحصل لهاش ال spiral ده ال spiral ده بيبقى ايه جزء من مين من دايرة فبيسموها ايه ها circular shape يعني الخطوط بتاعتي دي circular مين بس الكلام ده في حالة cohesive mean soil المنطقة التالتة اللي قال عليها ترزاجي اللي اسمها مين ال passive zone ودي بيسموها ال passive ranking zone طبقا لمظرية مين ranking where it's pushed by the soil in the transition zone يعني دي الطربة دي بتتزق بتتزق عن طريق مين المنطقة transition يعني ال soil اللي هنا مين اللي بيزقها المنطقة الانتقالية بتزق ال passive zone ودي اللي بتسبب ايه لو general shear failure بتسبب ال heave في المنطقة اللي جانب الاساس شكرا شكرا